نفسي الكلام وانا بتكلم على السياحة برضو كان فيه خبير صفر امريكي اسمه بن شلابيج فيه موقع اسمه وان مايل ات كتب مقال بيتكلم فيه على انه مر بتجربة قليمة مؤلمة سيئة في مطار القهرة وقال ده اسوأ مطار في العالم وقال انه الناس غير ودودين ومكشارين وبياخدوا عموء بياخدوا يعني تيبس اللي هي بقشيش يعني او حاجة من هذا القبيل اتكلم كلاما انا قريته كنت مسافر برا قريته واستأتي جدا جدا ويعني حصل لحالة كلام الراجل ده عنده مدونة هو متخص في السياحة وبيقعد يكتب هل حد اجره عشان يكتب هل حد قال له اشتمت هل هو بشعل من احسان حد هل هو مغرد طب هل هو صادق هل هو يعني كان متدايق خلاصة كتب مقال يعني مسيء للمطار ومسيء لمصر ومسيء للعمالة المصرية في المطار هل الكلام ده صح ولا مش صح يعني خلينا اقول وزارة الطيران هل طلعت بيان للرد على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان مطار القهيرة الاسوأ على الاطلاق قالوا فيها انهما تتبعنا الرجل من ساعة مداخل غطب مخرج وخد حقه وخد واجبه وقعد وراحه وكل وشرب وغيره وهو الرجل ده يعني مغرد في كل احوال الرجل عمل مقال شتمنا فيه وقال يعني عمل اللي ما حدش عمله والوزارة طلعت بيان هل موضوع خلص؟ يعني هل الرد بتاع الوزارة هيلف في العالم زي ما المقالة بتاعت الرجل ده في العالم انا اشك بالتالي بقول انه الوزارة يعني بتقول انا مش عارف اقول ايه الحقيقة يعني في فامي ماء لكن عايز اقول انه ما هكذا تردد قبل مش كده المفروض اجيب الراجل ده يا صروة يا جماعة واتبا اقول له يا عم تعالى اقول لي ايه الموضوع لانه ده راجل مؤثر انا سألت زميلي يا صروة هو الرجل ده متشاف قال لي اه الرجل ده يعني عنده مشاهدين وعنده وعنده يعني صفحات وعنده قال لي اه طيب يعني الرجل هيقصر المقال ده يشافه كم واحد ونقله كم واحد واخواننا البعض اللي برا خدوه عملوه شايروه وغيره بالتالي انا نصحتي انه كنا دعينا هزا الرجل ممكن الكلام ده ما يعجبش حد ونقول له يا عم تعالى ايه اللي نزع عليك واشوف لان انا محتاج صوت يتكلم عني برا كويس محتاج الناس اللي تقول عني برا افضل احسن ما تكلم عن نفسي ده تقديري ممكن اكون قلطة ما عارفش سروة بيقول لي حاجة ايه سروة اهو طيب يعني اهو ادي الفيديو اللي طبعا المطار كله قدام حضراتكم والراجل في المطار اهو مرور الراكب بمنطقة جايبين الفيديو كامل لتحركاته جايبين الفيديو كامل لتحركات الرجل في المطار من اول ما يعني ممكن ننزله ع الصفحة سروة الناس تشوفه يعني بقول لك قعد دقيقة في الجوازات قعد دقيقة في كذا قعد التفتيش كذا يعني فبالتالي انا بحيي وزارة الطيران انا مل كنت شوفت الفيديو دا حقيقة يعني لسه شايف الفيديو دلوقتي اهو هو ده الراجل يعني خلينا نبص قد ايه فين الناس اللي دا ايته فين الناس اللي كشرت اهو قال لك ده غير ودودين اهو ده كله الراجل ماكملش ديقة اهو هو قعد متأفقف اهو يعني اهو قعد شغل متدايق اهو شايفين اهو على فكرة احنا بنروح كل مطارات العالم كل مطارات العالم بنقف في الساعة والساعتين والتلاتة قاعدين وبنتفتش وبنقلع جزم وبنقلع حزمة يعني وبنزل عسل عموما في امريكا وفرنسا وفي كل دول العالم في كل دول العالم بنروح هناك بنتفتش بقولك بنقلع الحزمة وبنقلع الجزم المواغزة وبنقلع يعني احنا في كل مطارات العالم بنقف كل مطارات العالم فبالتالي يعني اهو اهو راجل ماشي اهو قدام حضراتكم لا في زحمة ولا في حد بدايقه ولا في حد اهو قدام حضراتكم اهو دخل اللونش اهو قاعد ساعة فيه وبعد شوية راح يعني انا احيي وزارة الطيران على الرد الموثق بهذا الفيديو لكن ايضا في تقديري انه تعال ممكن يكون حد مأجره عادي جدا يا جماعة ما تسترعدوش ممكن حد يكون ممكن يكون راجل مأجور وممكن يكون راجل عنده ظروف نفسية ممكن يكون اي حاجة انا في تقديري اقوله تعالى اهو ده هو ده صاحب عموما انا بشكر وزارة الطيران على البيان الموثق بيخرس الجميع بيان الموثق خلينا نشوره وخلينا نشتغل عليه وخلينا نقول الناس يا جماعة اهو وخلينا يا صروة خلينا لو سمحت ممكن انت عندك الموقع بتاع صاحبنا دوت وعندك التويتر بتاعه اللي هو الاكس هو بيقول ان مصر بتهددني يا عم ما هددناكش يا عم انت على رصنا من فوق اهو يعني انا بقول لي معالي وزارة الطيران اهو كتب تويتا دوئة الجبالي يا صارت لسمحة بيقول انه مصر بتهددني يا عم احنا طلعنا بيان بيقول ان انت ما حدش عاملك حاجة وانا بقول عشان كده بقول انه لان الموضوع سياحة وضيافة وسوء وسمعة بلد بقول ندعو هذا الرجل على حساب وزارة الطيران او مصر الطيران تعالى عم تفضل في رحلة شوف كذا كذا نقعد معه لان احنا عايزين الناس تتكلم علينا برا بشكل كويس عمما يعني النهاردة